على غير العادة وبعيداً عن انتهازية أغلب أصحاب المقاهي الذين يستغلون الأوضاع برفع سعر القهوة في كل مرة يكسر مقهى ألف فرق منذ عقود العرفة ببيع القهوة بثمان رمزية المبلغ الرمزي اللي غير نخدمه هو ألف فرنك وهذه ألف فرنك هذه هي وصية المرحوم رحمة الله عليه هذه خليها وصية في الوقت اللي كانت الأسعار شوية تزايد وبدأت الأسعار شوية كان هو يجيه هنا شوف شايفنا الزواء ولا ما عندهمش جالينا قلنا وليداتي قلنا لغبحت رضايتي هذه وصيتي هذه قال لك خلي والقهوة بلف قال لك وإذا كانت كينة أخصارة أو كينة ديفيرونس تعوير هل تخسروا قال لك أنا ندخل ونزيد المبلغ هذا ليختصون تومع أنت من 19 و20 هي بلفرنك اليومين هذا ومنزلنا محظوظنا على السعر هذا حتى اليوم الدين هذه وصية المرحومة النقاشة فيها السعر هذا ما عنده حتى النقاش هذا نتيجة أن المواطن لا غالب لازم له قهوة لازم له كما نقوله إحنا المواطن مش خدم المواطن بسيط المواطن يستهلك القهوة بزيف إحنا إرتقينا أن تبقى السعر القديم سعر ألف فرانك كما نقوله إحنا عشر دينار ديزيري وبرغم غلاء المعيشة بقي ثمن القهوة في هذا المقهى العريق والقديم على ما هو عليه أمر زاد من شعبيتها لدى سكان الحمادية الذين أكدوا أن وصية الوالد لتزال سارية المفعول إلى اليوم زبون وفي عندي سوار نشرب ما عنديش ما نشرب نعمال ما عندي حتى مشكل معهم اللي يجي يكل لي عنده ويكل لي ما عنده شي يكل ما شاء الله في ميلا ما عندي ما نقول لك أبويهم ربي يرحموا كي زادت القهوة كي نتبال فين وبعد ذات الثالف قال لهم ربي يرحموا وقال لهم خليوا بالف ما زادوش قهوة ناس كل تهدر عليهم كل يرى يقول لك قاوة ألف هذه البنت حاناق سوذيك وذيك وذيك يجي يتفضل يجي يشرب قهوة ويشوف ربي يتمبيهم ويعجلها الصادقة جارية لأبويهم ربي يرحموا رأي سخي كريم سخي كريم نخلص الشعب خلى ألف ودالف هذا هو كريم وشاخي وفيها رحمة رب العالم من ربي يرحم السعر هذا يعني أصبح رمزي والمحافظة على الوعد اللي إعطاه لهم الأبن تاحهم يعني دليل على حبهم للمواطن وحبهم أيضا لفعل الخير صحيح أن عشرة دانانير مبلغ زهيد إلى أنه يحمل دلالة كبيرة لدى أصحاب المقهى تعكس التزامهم بوصية والدهم في ظل تفشي جشع بعض التجار